تحية طيبة مرحبا بكم مشاهدين في برنامج هوناليبيا مع جولة جديدة تتابعون من خلالها أجواء وطقوس الشهر الكريم في مختلف المدن الليبية وكما عودنا كما في هوناليبيا نرصد لكم آخر مستجدات الأنشطة الرياضية بين دوريات والأمسيات والفعاليات الثقافية والرياضية ابقوا في المتابعة أولى هذه الجولات نستهلها من طرابلس إذ نظم منبر المرأة الليبية من أجل السلام ورشة عمل تدريبية بعنوان نحو توحيد جهود وساطة المرأة المحلية والوطنية في ليبيا وتأتي هذه الورشة ضمن حملة مفاتيح السلام التي يطلقها المنبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على دور النساء المحورية في الوساطة وبناء السلام في المجتمع تفاصيل أوفى في تقرير لمراسلتنا إسرى شكري هذا البرنامج يهدف إلى تكوين شبكة الوسيطات المحليات الليبيات إسوة بالدول الأخرى لأننا نعرف أن نحن ليبيا مرت بنزاعات عديدة من 2011 إلى حد الآن فنحتاج أن تكون المرأة مشاركة حقيقية في الوساطة لا أن تكون مثلاً أنها هي في أثناء النزاعات تكون مشاركة ولكن أثناء الحوار أو أثناء مثلاً الوصول إلى التفاقيات تستبعد المرأة فبالتالي نحن نريد أن نعزز وجود المرأة ودورها المخفي الذي تقوم به من الوساطة حتى يكون لها دور حقيقي وفعال على طاولة الحوار ووجود حقيقي بالأرقام الحقيقية في طاولة الحوار حيكون اللي هو وضع مقترحات أنه مثلاً اسم الشبكة في المنطقة الغربية مثلاً ما هي التحديات التي تواجه المرأة مثلاً في الوساطة تسليط الضوء على دور النساء أكثر تسليط الضوء على الوساطات اللي اشتغلوا في الوساطة سابقاً يعني التوطيق نحن نفتقد إلى قاعدة بيانات للمرأة لأنه فيه جهود للوساطة ولكن جهود غير موحدة كل المرأة تشتغل على حدة نتيجة تحديات معينة تعاني منها كل النساء في الوساطة وبالتالي نحتاج إلى توحيد هذه الجهود وحتى تكون كلمة المرأة قوية في الوساطة ويقول لها دور أكثر هنا اليوم في برشة عمل بخصوص وسطات السلام نساء وسطات السلام طبعاً في العالم كله وفي العالم العربي في شبكة وسطات السلام طبعاً نحن موجودات وسطات السلام الليبيات موجودات في كل منطقة وفي كل بلدية ولكن بدون ظهور لعملهم اللي هما طايمين به في بلدياتهم فطبعاً السيدة نادية بسرولية دعتنا للورشة هذه كي توضح للعالم والناس هنا فيه ناس اشتغلت فيه نساء اشتغلوا على الوساطة على تقريب وجهات النظر بين المتنازعين بين مثل العائلات بين القبائل بين المدن فطبعاً قررنا أن نحن نديروا شبكة اللي هي شبكة نستات السلام الليبيات في المنطقة الغربية طبعاً موجود تقريباً أمس 30 شخصية نسعية طبعاً احنا اليوم وصلنا اليوم الختامي اليوم لورشة العمل صناعات السلام طبعاً الشين اللي تريدها هالمرة الليبية نبو احنا التعايش السلمي التعايش السلمي تكاثف الجهود من أجل لم الشم الليبيين في كل ربوع ليبيا وجبر الضرر واللي عنده يعني شيء أو موضوع قانوني هذا القانون هو اللي ياخذ مجرى ولكن احنا كليبيات صانعات السلام ماضين في عملنا إن شاء الله في الصلح إلى أن تقفوا بلادنا وتوفر فيه الأمل والأمل في شهر رمضان يكون هناك اهتمام متزايد بشراء العصائر والمشروبات المنعشة لاحتسائها خلال وجبة الإفطار ووجبة الصحور ويعد شرب العصائر من العادات الشائعة خلال شهر رمضان حيث يسعى الناس للترطيب وتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال فترة الصيام تفاصيل أوفى في التقرير التالي لمراسلتنا إسراء شكري كل سنة أنتوا طيبين أول حاجة وبسم الله الرحمن الرحيم في البداية ديما العصائر الطبيعية شيء مفيد جدا في شهر رمضان خصيصا أن الإنسان ديما يفقد هلبة فيتامينات وهلبة أشياء في الجسم فالفواكع الطبيعية ديما تعود حاجات هذه العصائر ديما نركزوا على المكسات يعني المكسات العصائر ديما احنا مشهورين فيهم في كبينة طاز يعني ونوفروا فيهم فكترة الناس تجيها خاطر الأشياء هذه يعني لأن المكسات ديما الطعم بتاعها يختلف على الطعم اللي هو متعودين عليه اللي هو المانغا والفراولا والناصب روحها في طعمة فيها يعني فيها أجواء جميلة يعني في العصائر يعني في رشي تقبلوا فيه الناس تبدأ تقولي المانغا ليموت هذا شي يعني عندك توا فيه في رمضان دانين اللاجوافو بنجر كثير هلبة جميلة يعني عندك الاناناس وزنجيبين عندك افراولة بنجر فيها هلبة مكسات لك لكتل الشي تقولي أن المانغا والليمون وبالنسبة للسموتيات هو سموتي فستيك هذا يعتبر لمبورواني يعني بكترة جدا يعني يعني يأخذ فيه على الطرب الهلبة وبعدها يجي سموتي لوس وبعدها يجي الغلال الغابة وهو سموتي توت وفيه الملك شك لوتيلا حتى هو تصلها بطريقة المكسات اللي ديرها يعني تخلط حاجة بحاجة يعني يعني يطافي طعمة جنينة يعني يعني زي دي نقول الجوافة جوافة يعني لا يتقبلها يعني صادر لا يتقبلها لك كيف مع البنجر وتكون معها شوي تسكر يعني جي طعمتها جميلة جدا وفيه المانغا والليمون يعني حمضي لكن لا تحسيش انه هو مع المانغا لا تحسيش انه مانغا لا تحسيش انه هي يعني دي لك حموضة يعني جميلة يعني جميلة وخالوا بنجر فيه فوايد هلبع ليهو البنجر يعني يزيد الدم فوايدة يزيد هلبع شيء أشياء يعني فهذا الشي اللي يكون فيها تعويض للجسم الفاكهة لها دور كبير هذا الشي كبير يعني اللي هو الفاكهة بجودة مختلفة يعني في السوق فاكهة بأجواد مختلفة بأسعار مختلفة فلانك انك تركز على الفاكهة بالجودة الممتازة ويكون الاسطاع اللي عندك يجيب في وزنة العصير والسكر في وقت رمضان اللي هو اللي هو وقت يعني ما يقدش يدوب فيه العصير يعني يغنيه لكن هو عارف وزنة بالضبط عرفتي نجيب لك عصير مية في مية نوع آخر من الوجبات التي يكثر عليها الإقبال عليها في الشهر الفضيل الحلويات وخاصة البكلاوة إذا تعد البكلاوة طرابلسية من الحلويات التقليدية الشهيرة في المجتمع العربي وتعتبر وجبة رئيسة في شهر رمضان المبارك وفي الفترة الأخيرة شهدت أسواقنا ارتفاعا ملحوظا في أسعار البكلاوة طرابلسية ولكن لم يؤثر ذلك على عادات وتقاليد اللي بهين لشرائها قبل وقت الإفطار مراصلاتنا إسراء شكري نقلت لنا الأسعار في هذا التقرير موسيقى 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 نحن هنا اليوم نحكو عن الحلويات يوم تحديدا الحلويات الشرقية والبكلاوة طبعا البكلاوة تختلف حشو بالحشو والمكونات التاحها طبعا هنا نحن البكلاوة الطرابلسية اللي هي البلعصال الطبيعي في حشوات اللي باللوز بالبندق بالفستك في مكاجو والفستك والمخلطة وعننا أيضا الحلويات الشرقية اللي هي من أصابع الحاجات اللي ماشي المعروفة عن نحن اللي بينا كتر حاجة أصابع الأساور الصدفاء حديما في رمضان كتر حاجة يصير عليها هي البكلاوة والحاجات الشرقية كتر حاجة لأن في اللي يخطف تشكيلات عربكية في تبدالبوكس نفسه مشكل بكلاوة كتر حاجة كتر حاجة في رمضان كده هي حاجة عادية ديما بداية رمضان ديما يسير بغلاءة في الأسعار لأن المكونات الأساسية بتاع البكلاوة زي مثلا تقدر تقولي اللوز والسمن والعسل هي نفسها أصلا ترقى في الأسعار فمن الطبيعي حتى البكلاوة والحلويات الثانية تزيد في الأسعار متاحها كبداية رمضان ممكن في نهاية رمضان تنخفض شوية لأنها تصير عليها نقص شوية هي بداية رمضان حاجة تهياء ممكن الشعب كتر حاجة يتجل حاجة نواشف في العيد بإذن الله نقوله إن شاء الله خير لدينا حاجة ثانية في المجتمعنا الليبي ديما يبدت من تراتنا ديما لما حد بيمشي ضيف أو بيجيه ضيف أو بيارفو صفرة تشكيلها ديما لازم يكون بكلاوة رابطسية هذه الحاجة ديما تكون موجودة ديما تكون حلويات شرخية ليس ماشية من العادة أخرى من العادات الرمضانية التي تجد إقبالا كبيرا من قبل الشباب لقضاء أمسياتهم الرمضانية وهي الرياضات الإلكترونية إذ يتجه العديد منهم إلى صلاة الألعاب الإلكترونية بعد الإفطار للالتقاء واللعب والترفيه عدسة مرسلنا عبدالعالي عريبي نقلت لنا أجواء الشباب من أحد صلاة الألعاب الإلكترونية بطرابلس لطلما كان الشهر الفضيل بمثابة لم الشمل والتواصل لدى الليبيين وبالنسبة للشباب يجد العديد منهم جمعتهم في صلاة الألعاب الإلكترونية والتي بدورها تطورت عبر الزمن لتصل لهذا الشكل الذي نراه اليوم ففي ليالي رمضان ومن بعد الإفطار وحتى وقت السحور يقضي عديد من الشباب وقتهم في هذه الأماكن خيارات متعددة بين الألعاب الفردية والجماعية مع توفر بيئة جيدة ومناسبة لأجواء اللعب حتى أن العديد من الشباب يمكن أن يحولوا الهواية إلى مصدر دخل خصوصا إذا توفرت الإمكانيات اللازمة بحكم أنه وقت فاضي وتعطيك هنيتر فيه لبعض الشخصيات من الناس تستريح في اللعب الجايمينغ ومكان يعتبر أفضل من أماكن تانية تلهيك على هلبة أشياء الحق أكيد وشيء سهل هلبة لهلبة ناس عندها نية تتعلم في هلبة لعاب تقدر تدخل منها عندك شيء يشكالي لكن يعتبر صعب شوية هنا في إليبيا بحكم النت والجو ما هلبة ناس تهرب من المجالة أوقات الفراغ لدى الشباب توجب عليهم ملأها بما يتناسب مع هواياتهم ومهارتهم فغير كون هذه الهوايات غير ضارة نسبيا إلا أن توفر البيئة المناسبة للتطور ومواكبة باقي دول العالم ضرورية لتحويل المواهب في رياضات الإلكترونية لمصدر رزق للعبين عبد العالي عربي WTV Troubles مشاهدين فاصل القصير ومن ثم نعود بقوا في المشاهدة أهلا بكم من جديد في طبرق وفي إطار حملة مفاتيح السلام التي يطلقها منبرو المرأة الليبية من أجل السلام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على دور النساء المحوري في الوساطة وبناء السلام في المجتمع نظم المنبرو ورشة عمل تدريبية بعنوان نحو توحيد جهود وساطة المرأة المحلية والوطنية في ليبيا من طبرق مرسلنا محمد العكلي نقل لنا أجواء التظاهر نحن حالياً في دورة تدريبية بعنوان نحو توحيد جهود المرأة في الوساطة المحلية والوطنية إن شاء الله الدورة هذي حتستهدف عشرين سيدة من خمس مدن اللي هي طبرقات من ضمن المدن المستهدفة اللي حتقان فيها الوشعة التلتبية حتستهدف لمدة يومين لمدة ساعتين حتتعطي عدد أهداف منها هدف كيفية الوساطة بين النزاعات واكهة نزاعات قانونية نزاعات مسالحة نزاعات أهلية فإن شاء الله نفضة بسيطة نحن منزلنا في بداية ثور الوشعة العمل إن شاء الله في حتى فيه برامج إن شاء الله مستقبلية وخصوص الوساطة وعندها عدة أهداف منها صناعة السلام دور المرأة في السلام دور المرأة في المرحلة الانتقالية نحن فيها دور المرأة في الانتخابات القادمة إن شاء الله بسم الله والصلاة على رسول الله وزيال حاسي أهلمين بردداء السلام وأدوم شاركة مجتمعية طبرق أنا اليوم لمدة يومين في ورشة عمل تدريبية نحو توحيد جهود ضبط المرأة المحلية والوطنية في ليبيا على المستوى الليبي في مدينة طبرق تهدف هذه الورشة إلى تكاثف جهود المرأة لإنها تعتبر العنصر المهم في الوطن في البلاد كلها لها دورها الأساسي في توحيد الكلمة لها الوساطتها لها كلمتها لها بسطتها نتمنى أننا من كل مشتركة إنها تساهم في هذه بيش تنشر روح السلام في نفس الوقت توحيد الجهود وفي نفس الوقت هي الوساطة الأساسية وهي الركيز المهمة في مدينة طبرق نتمنى من كل المرأة نتساهم في هذه الدورة التدريبية وتستفيد منها بمناسبة شهر رمضان المبارك تسعى إدارة الخدمات وقسم مراقبة التموين والترفيه بشركة سيرتل النفط إلى تقديم أفضل الخدمات لمستخدمها وذلك بتجهيز وجبات الإفطار والسحور لهم والبالغ عددها أكثر من 1500 وجبة مرسلنا عبدالسلام خليفة نقل لنا أنواع الوجبات المقدمة في هذا التقرير حارس إدارة الخدمات وخاصة قسم مراقبة التموين والترفيه بتقديم الأفضل المستخدمين خلال شهر رمضان المبارك من وجبة إفطار وكذلك وجبة صحور البالغ عددهم 1500 وجبة إفطار المستخدمين خارجية أو داخلية داخل الصالة وكذلك وجبة الصحور منها 1000 وجبة داخلية و600 وجبة خارج الصالة نقوم بإعداد جدول مختلف عن الوجبات العادية من شهر رمضان حارس قسم التموين بإعداد وتميز وجبات خاصة للمستخدمين متنوعة وخاصة في وجبة الإفطار بنوعين من الشربة التي هي الشربة العربية أو الشربة الخضروات منها تتقسم عليها مدر الأسبوع تقديم وجبات اللحوم الوطنية خلال الأسبوع كامل تقريبا منها عدد يومين فقط وكذلك تقديم نوعين من المعجنات أصناف من السلطات وتقديم نوعية جيدة وكذلك الحديب وكذلك المشربات الغازية كما يتم تقديم وجبات الحلويات خلال الشهر منها بسبوسة أو البكالاوة أو الملفية عدد أنواع من الحلويات خلال الشهر رمضان المبارك كما تقوم في وجبة الصحور بتقديم نوعية من الوجبات الصاخنة كما الوجبات الباردة التي هي المربى الزبدة الكورنفليكس النعين من الأجبان البينكيك الخبز العصائر الفواكه المشربات الطبيعية الحريب البارد والصاخن التمور يعني حارسين بكل ما أدانا والله بثقة أن نقدم الأفضل لجميع المستخدمين خلال الشهر رمضان المبارك وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن محمد السعدي من سكان مدينة ضبرق يعمل من أجل توفير دخل لأسرته عن طريق إعداد خبز التنور وبيعها للمحلات التجارية والمواطنين السعدي الذي تعلم إعداد الخبز من والدته منذ فترة طويلة أصبحت اليوم مصدر دخله الأساسي لتوفير لقمة العيش لأسرته تفاصيل قصة محمد السعدي نقلتها لنا عدسة مرسلنا محمد العكلي ندي في مشروع تنوروية سنوياً فرمضان خطي فرمضان يعني أظهر مصدر رزقي يعني ناكل منه ونشطط منه ونعل في أسرة ونعرفي الحمد لله فرمضان ندي في حجة خمسي ستين فردة وعندي زبائن يعني يجوني عندان إياي فهمت ونودي محل حليل بارك الله فيه محل حليل بصب حليل حتى الخطي لرمضان بصب معين جبه في الخبز ويأخذ معين في أي كمية في الفطر فهمت والحمد لله ملح شي الحياة وبدأت فيها من حوالي ثلاث سنين نبيدي أو أربع سنين لكن طبعاً كانت كل رمضان ندي فيها فالسنة هذه نجيل عطي حليل نأخذ منهم فيه ونأخذ من حاجات للحوش ونين ونسأل فيهم وقللهم من الحك في عندي خبزة النور ونقولهم يا جميعنا ندي في خبزة النور ونصنع فيها ونين وقالوا لي في بارضا وكذا جيباً جربوا جبت لهم خامس فرادي فتموا يطلبوا عليها الزبائن قالوا لي ما شاء الله عليها أن تبدي السم قوي فمن فضل الله فكلها وقعدت نجبلهم وقعدت نجبلهم وقعدت نوصفين لهم اللي عند في اليوم عشرين فردة خمسة عشر فردة هذه الفطر في الصبح وفي العاشية يقولوا لي جبرنا خمسة ستة فرادي وانت طرح تروف البلاد هذه واحد لا راتب لشي وشي بدي ظهور اني يشافح فيها الحياة بيجذل على قمة العيش بيش يوكل عويته ما يصبيش علي حد فهمت والحمد لله مستورة يعني ناكل وناشره هو ما في حد يعني ريدي والحمد لله طريقة الخبز هذي كيف تعلمت ناحية الوالدة الله يرحمها ناحية والدي مصري فهمت بس جالها فترة هنا وتعلم الخبز التنور وميم السباية تمت ادي فيها تمت ما شاء الله عليه بروح ادي في خبزه صح هامد يعد من انتفرج منه ونأخذ في القرميشة فطرد له القرميشة نقلع فيها ونأكل فيها فقعدت تحذية كانت تعلم وقعدت نعجن معها ونساعد فيها فهمت تعلمتها متى ميتين اثمين ونقلت يرى والله نخش علي فكرة الخبزة وعندي المدام برضو برك الله فيها فهمت تعجن معي فهمت وعلمت كيف نعجن اخرت كنت نسيها لكن تمتها نتذكر نجمع ننقلت ونعجن ما شاء الله وتساعد فيها وتقرسني في الخبزة وعندي حتى يرى انكره واجحها ودي وجعاتها لكن برضو الحمد لله تكفع منها في هذه الحياة والحمد لله تعلمني وقلني نشاط سمح يعني باش من سمح افطار جماعية عاد دائب عليها سكان الحي منذ عشر سنوات يخترون يوما من ايام الشهر الفضيل للإفطار الجماعي وتشرف سيدات الحي على اعداد وتجهيز وجبات الإفطار بأصناف مختلفة من الأطباق الشعبية افطار يجد فيه الجيران في طلميثة فرصة للتقارب ولجمعة طيبة أجواؤها نقلتها لنا عدسة مرسلنا محمد الحاسي نحن اليوم متوجدين في مدينة طلميثة مدينة طلميثة طبعا معروفة بالترابط وبالتسامح هذه طبعا عادات كانت عند أبهاتنا وجدادنا وحيوها الشباب ممكن بستايل آخر اللي هي أنهم يختاروا يوم في رمضان يجمعوا فيه الجيران وما فيه اشتاكلوا فطبعا كل واحد يجيب فطورة معاه ويجي وفي اللي ممكن لا شهار ما يجيش جارة ويجيش خوه ويبدأ فيها التجاذب الحديث وانت ويكنت وش رقبارك وشن أمورك ونسأله بعضنا وبرك الله في هاي الشباب اللي مزالوا مسكين في هاي العادات الطيبة اللي نحن بالأهل ما نسألو الشيء صراحة احنا راه كمجتمع ليبي الميزة اللي عندنا اللي هي التسامح والترابط والفزعة وأنك تسامح وتسأل لي جارك وتفزع معه مرحبا بيك في طلميثة الحقيقة طلميثة مش أول مرة تدير الفطور الجماعي هذا يعني عادة عندنا في طلميثة لكن المرة هذي كان بشكل أوسع شوي والفطور الجماعي من شأنه أن يقرب القلوب البعضها حتى هم ناس وجلان واصحاب لكن عاد مرات ما يلتموا إلا في الاجتماع كهي الاجتماع وانشاء الله دي ما طيبين ونسأل الله أن يعمل أمان على ليبيا وانشاء الله دي ما طيبين نشكر الجيران والضيوف والشباب لفتها الطيبة اللي داروها وبرك الله فيهم وفي ظاهرة طالعة في طلميثة عني ظاهرة القابلية هذي عرف الظاهرة القابلية هذي ما طلميثة نجع واحد لا في واحد عقيلة لا في واحد أدرسي لا في واحد أني طلميثة كلها مخلطة من جميع القضائل عرفت بخوت كلها ونجع واحد طلميثة وبرك الله فيك برك الله في القناة وبرك الله فيك ومديمة طيبين والله اللمة جميلة والشعب الليبي يعني شعب مودة والدنيا جميل وقلت سنواته طيبين إن شاء الله بارك هذه اللمة وهي اللمة الثالثة على التوالي وإن شاء الله كل عام تب خير ونوريها منا طلميثة طلميثة ناجع واحد وما فيش لالة القابلية وكل سنواته طيبين وإن شاء الله كل سنواته طيبين وهذي لمة جمعات الشعبية بذرة طيبة من جمعات طلميثة كلهم كل مرة سيرة في مكان المرة هذه جاءت في الشعبية أنا وهم شباب طلميثة كلهم أخوت وشباب واحد كلهم ما فيش فارق بين هذا ولا هذا كلها تلتم مضعاضها كلها واحد طريقة البطور هل متكفل بأحد لا 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 جمعية كل واحد يجيب حاجة من الحوشة واللي يجيب طولة واللي ما فيش حاجة جباري يعرف نرينا نظامك وجو كلها بالتكسيدة ولمة الشباب أضوما كلهم هل سانة ديروا فيها هذه كل سانة وكل سانة جي في مكان هنا جي في الشعبية لا جي في الشعبية البيضة لا جي في المشروع لكن هذه السنة جات في الشعبية الشعبية الحامرة وإن شاء الله كل سانة أنتم طيبين وإن شاء الله ديما ملتمين على الخير وكلها متطيبة منا طلميثة نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا رمضانية لليوم موعدنا يتجدد معكم في جولة جديدة تقبلوا تحياتي أنا محمد دينادي دمتم في أمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة